للمرة الأولى منذ توليه السلطة يحط الكاظمي في أربيل على رأس وفد يمثل أبرز وزراء حكومته زيارة يلتقي خلالها القادة الكرد ويبحث ملفات عالقة تتوارثها حكومات الجانبين المتعاقبة لسنوات خمس ملفات أساسية تتعلق بالنفط والموازنة المالية العامة والمنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها وقوات البشمرقة من الضروري بأن يعرف لتوجهات حول الانتخابات المبكرة بشكل عام فطبعا زيارة مهمة ونتائجه سوف نأمل بأن يكون خيرا لجميع العراق الكاظمي يحتاج دعم الكرد في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة المزمع إجراؤها منتصف العام القادم انتخابات تمثل مهمة أساسية وصعبة لحكومته في ظل الضغط السياسي الذي يواجهه من الأحزاب السياسية المؤتلفة في تشكيل الحكومة والبرلمان في العراق لا شك أن هذه الزيارة سوف تضع النقاط على الحروف وسوف تعمل على تصفير إلى حد ما المشكلات القائمة منذ 2005 وحتى اليوم ولكنني لا أدعي أن هناك سحرا عصى سحرية يحملها هذا القائد الكاظمي ليحل كل هذه المشاكل لكنها بالتأكيد ستقرب الكثير من وشاة نظر وستعطي زخما لعملية التلاحم بين كل من حكومتي بغداد وأربيل يتمتع رئيس الوزراء العراقي بعلاقات إيجابية مع الكرد سبقت تسلمه رئاسة الحكومة وهو عامل أساسي يساهم بشكل كبير في تحقيق تقارب بين بغداد وأربيل في اتجاه التوصل إلى اتفاق يحمل في طياته موادر اتفاق شامل للمشكلات صحيب الفهداوي الغد أربيل ترجمة نانسي قنقر